احنا بموسم الصيف وعن نشوف كل يوم زفات وأعراس وأعراس ولكن هالأعراس دائما في من وراها يا إما بتكون مشكلة يا إما اتفاق ويا إما من بعدها بعد العرس منكون هيك مبسوطين وسعيدين لأنه احنا عملنا على قدنا وعلى قد فراشك مدئجريك أو إنه كبرنا كبرنا ومنقضيها الديون ومشاكل دكتور يزن عبدو معنا اليوم ليحكي لنا أكتر عن هذا الموضوع أمتى لازم الأهل يتدخلوا أمتى ما لازم يتدخلوا أدي نعمل أدي أمتى نعمل عقد ميزانيتنا أمتى لا ما بدي أكتر حكي خلص دكتور يزن عبدو معنا موضوع كبير آه والله كبير وخطير ومهم خطير صح صباح خير دكتور وصراحة يعني روان اختصرت أهم المشاكل انتوا فصلوا هلأ يعني اختصرت أهم أشياء ممكن الواحد يتعرض لها أول إشي إحنا مبالغ فيه مجتمعيا مبدأ العرس والزفاف نعم صح خلينا نبدأ من هذا المحور قبل ما نحكي عن تدخل الأهل بتنظيم الزفاف للأبناء المبالغة المجتمعية بفكرة الزفاف أدي موجودة بالفعل وأدي إحنا صعب نتخلى عنه شوفي بصراحة الموضوع أو شي مبروك للعرسان يا ربي تهنوا وتكون حياتهم دايما سعيدة وعن جد موسم أعراس يعني من العصر لنص كل الشوارع وإشي والله بفرحوا بسعد القلب وإن شاء الله ربي هنيهم موضوع طرحه كثيرة من الرؤية لأنه الآن موسم الأعراس وتكثر فيها المشكلات صح ومن بره هلا هلا ومن جوه يعلم هلا هلا ويعلم بس بيجينا كثير صلاة بيجينا كثير استشارات عن موضوع مش عارف ابني شو اللي صار فيه مش عارف ابنتي ليش هكام تعمل بموضوع الزفاف أو التجهيز للعرس التجهيز لحفلة الزفاف وبتصير الأم بدها تتدخل والحماية تتدخل والشباب بدهم مش لا بدهم لا بدي رأي صحابي أولى صاحبتي عملت هيك صاحبي عمل هيك وهاي مهمة صاحبتي وصاحبي هي مهمة كثير كبير هي الترند اللامع الآن في عالم الشباب وعم بيصير مشاكل مش بس بين العروس والعريس أو الخاطب والخاطبة بين أبوه وأمه بين أبوها وأمها بين العروسة ودارح ماها لوصة 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 ودورنا إحنا يعني عندنا خبرة بالمجال الاجتماعي والسلوكين يتكلم على الموضوع هذا ونهدي ونحكي بعض الإشارات نحن نهدي النفوس نهدي النفوس ونحط للتاكل ونحط الطريق الصحيح قدام الجميع بس اللي ترحتي أدانا اللي هو مبالغة 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 موجودة في الخمس سنوات الأخيرة أنا بسميهم العرسان الجدد صار في عنا مبالغة واضحة أو أنا بحكي بكل الطبقات الاجتماعية سواء كان مقتدرة أو غير مقتدرة مقتدرة متوسطة أو متواضعة الأمور المالية عندهم منلاقي أنه في مبالغة وفي ميل للمبالغة وبعدنا جزء كنت نحكي أنا وروان قبل هو بعدنا عن مفهوم السعادة هذا الخطير هذا النقطة الأولى يا شباب ويا صبايا اللي بدنا إياه بيوم الزفاف هو السعادة والفرح والسرور ننبسط على قلبك وقلبه وقلب أهلك وقلب أهله بالأساس أصحاب والصحبات بيرضوا بس إحنا رحنا للشو أف وروحنا للتباهي وروحنا للتباهي ونسينا السعادة على حساب السعادة هون بدنا نعدل هذا صح مظبوط ويمكن دكتور كمان في نقطة كتير مهمة أنه مش بس صارت حفلة العروس هي المكلفة صارت البنت بدها حفلة حنة وحفلة شاور كمان هذا شاور بارتي غير الحنة وبعدها في مباركة وحتى بالخطبة يعني صارت المصاريف هاي تثقل كاهل أهل العروس زي ما هاي عم تثقل كاهل أهل العريس طب دكتور هون يمكن يعني بجرنا نحكي لنقطة تانية هي تدخل الأهل لما تيجي الأم بدأ تحكي لبنتنا مثلا هذا الموضوع ما بزبط إنه بدكم تعملوا إشي على أتكم أو الأم هي ممكن تقولها لا أنت بدك تعملي إشي قدام أهلنا وجيراننا وبعرفش شو أو أهل العريس ممكن يتدخل وبعرفش يعني هلا كيف هون إيش تصرف العرسان في حالة التدخل شوفي أخرين حط قاعدة القاعدة الأولى إنه يا جمعة الخير شباب والصبايا ابحثوا عن السعادة لا تبحثوا على المظاهر القاعدة التانية بهمش هكون واضح فيها من ناحية اجتماعية أصحاب القرار بموضوع الزفة والعرس هم العريس والعرس ببقى دور الأم والأب والأم والأب هم مستشارين موجهين بس ما منقدر بعمر عشرينات الشباب والصبايا وربما أكبر نفرض عليهم فرض معين مش جميل مش لطيف مش مناسب بيظل دور الأب والأم والأب والأم الجهتين يقول له يعني شوية هاي كتير حلوة لو نعملها وهاي يعني اعتقادي عيد النظر فيها يعني أصدق الطريقة الطريقة هون بيظل الطريقة هلا إحنا حكينا هدول مستشارين الأم والأب وأصحاب القرار العرس والعريس بس الطريقة الأدال أنا بستخدمها كأم وأب كحما وحماي بدها تكون إيجابية بدنا نمدح قبل ما نذم وبدنا نوجه بدون ذم بدنا نوجه بطريقة إيجابية شو رأيكم تفكروا بكذا عن جد هذا حلو بدون نق من الحماية والحماية بدون رفض من الشب أو الصبي هم ممكن يكونوا بطريقة أو بأخرى مواجهين زي ما ذكرنا الأم أو الأب يكون واعي سواء أهل العريس أو أهل العروس يعني ما يكونوا رايحين مع التيار إنه أنا بدي أورجي الناس أهم عرس وأحلى عرس ودائما يخلوا العرسان إجريهم عن أرض إنه بالآخر هاي ليلة كم ساعة بدها تمروا ما تبالغوا بالتفاصيل فيه تفاصيل جدا مهمة يعني لازم نسمعها منك دكتور لكن نشوف رأي الشباب ورأي الشارع في موضوع تدخل الأهل بترتيبات الزفاف للعرسان خلينا نسمع ونرجع ليش كتدخل؟ كأعطاء رأي مجرد رأي أما كتدخل؟ لا هو للعرسان فقط لأنه هاي حرية شخصية حياتهم لو بكرة شو ما صار أخطاء بالعرس بتكون مسؤوليتهم خربت فرحتهم لإلهم مش إنه ميحطوا الخطأ على إلهم أكيد طبعا لأنه كثير من اللي بدهم يتزوجوا يعني ما بتكون عندهم الخبرة الكافية أو بتكونوا صغير يعني عمارهم تكونوا صغيرة شوي فيعني مش تدخل تدخل بمعنى الكلمة بس يعني شوي هيك وشوي هيك شوي منهم وشوي من والدينهم طبعا آه لأنه لهم دور يعني أبو إشي مناسب لإلنا يعني وغير هيك كل إشي يعني كل إشي مبينة لمصلحتنا مع التدخل لأنه للشاب لسه بيكون مش عارف شو هي الحياة ولا بيعرف كيف نمرت الحياة وكيف بدها تصير الأمور يعني الأهل برسدوا للإشي الصح وللاتجاه المقبول مع بنسبة بسيطة بحكم إنه في خبرة يعني بهم كخبرة حياة مع لكن ضمن حدود معينة لأنه لازم يكون في حرية للعريس إن كان أو للعروس في ترتيب أمورهم كاملة أنا مع مع إنه يكونوا مع بعضهم بوقت إنهم بس يساعدوا بالمضع المادي ما يدخلوا فيه بأي إشي ثاني حتى هو يختار كل إشي الصالة يختار الحفلة يختار إيش بدي يعمل ما يدخل حتى هو يختار يطلع هو خطيبته هو براته يطلع ويعملوا إيش بدهم إياه حلو إني أسمع آراء أهلي وأخذ آراءهم بس برجع بالأخير لعقلي أنا إيش بحكم يعني بعقلي إنسي العاطفة شيل العاطفة في قلبك بس أنا بحكم عقلي إن كان أهلي يعني على صواب أو على خطأ وإلهم كمان وجهة نظر بس بالنهائي لقي لي أنا يعني لا معي إنهم يدخلوا بس بنسبة معين يعني مش بكل إشي يعني يكون لهم رأي وطبعا الرأي الأول والأخير بيكون للعريس والعروس طبعا في الموضوع شو رأيك دكتور؟ والله جميل أنا عجبني إنه فيه وعي وكانوا متوازنين إنه إلهم يدخلوا بس مش بمعنى فرض القرار تمستشارين إنه بعطي رأيه بتعطي رأيها بطريقة إيجابية كثير مهمة الموضوع بس بالمقابل الشباب والصبايا إحنا عم نلاقي بإنه عم بيكونوا حالة رفض عم بيحاولوا يعزلوا بالمقابل الأهل عن قاراتهم وهذا شيء برضو خطير جدا يعني من الذكاء ومن الحكمة إنه شبابنا وصبايانا يروحوا للأب والأم للجهتين يسمعوا رأيهم يحكوا لهم إيش خططوا يحكوا لهم بدهم يعزموا يحكوا لهم عن فقرات العرس لأنه أنا اتفاجأت من جديد يعني فيه فقرات بلتامج الحمد لله زمانزورتش بخلص الحمد لله الله أرضى عليها دينا فالفكرة إنه فيه فقرات وتوزيع بس فمدينة غلط أنا قصدي تحضر إحنا عندنا رجال مثلا العلاصل المختلطة من الله إنه خلاص نقعد بنحكي بس عند الصبايا يعني فقرات وتوزيعات والمختلط أكثر وبالدقيقة وبدخل وبطلع والمختلط أكثر وأكثر فحلو نشارك الأب والأم أنا بحكي للشباب والصبايا أنتوا لما تبدوا حياتكم الزوجية برضى الوالدين في كل الديانات حثتنا على رضى الوالدين بكون شعورك سعيد ولما تبدأ بالعكس حقيقة هيك ربنا خلقنا لما تزعل والدك لما تزعل حماتك لما تزعل حماتك تزعل والدك يوم الزفاف حقيقة رح يضل في غصة في قلبك وقلبه وترضي ربما أصدقاء والصديقات أو المجتمع أو الموضة ما هل سيكون شيء حقيقة يعني خلينا نحكي في المجمل أنه يكون مش تدخل ولكن هو استشارة من بعيد ويكون الأهل أصلا وعيين يعني أحنا بدنا أهل أصلا يكونوا وعيين أنه ما يبالغوا عشان يرضوا المجتمع خلينا نقوم هلأ بدور الأهل بالفقرة هاي ونحكي عن أهمية يعني تكون إجرين على الأرض وعارفين أنه هاي بدها ميزانية صحيح والميزانية ضمن المعقول إمكانياتي ضمن المعقول يعني بالآخر إرضاء الناس غاية لا تدرك يعني عمرو ما يفكر والله اللي بدي يصرف ألفات الدنانير على الزفاف رح يطلعوا يحكوا أنه والله هذا شخص منيح مش الزفاف الميح وبيعمل لك شخص منيح فخلينا نحكي عن الميزانية وما يبالغوها الشباب بس لإثارة إعجاب الآخر وبيثقل حاله زي ما حكت روان وبالآخر يأثر على حياته صحيح أنا بدي أعلق بس قصة حقيقية اعتقادي يعني كما رويت لي وكلنا سمعناها بتسعينات لما كان أيام المطبقانيات نعم المطبقية والله كنت أحكي نفس القصة وفي الخليج وزعوا مطبقية يعني جوز الجيل جتب على شماعة مطبقية كانوا حطين فيها الليرة دهب وتوزعت والنازة ما حكت لانا طلعوا يحكوا عليهم لا صار يقولوا لو عملوها أنصة أحسان ومخمسة هذا أساس فلذلك أنا بنصح شباب الصبايا موضوع فترة الخطبة من أهم ما يميزها كثير أشياء من أهمها موضوع الاتفاق على ليلة الزفاف ونحط ميزانية بورقة وقلم أنا بتفاجأ شباب الصبايا بيجونا هي تشتغل وهو بيشتغل ودخلهم كويس بس بالنهاية ما عندهم طب عاملين ميزانية آه عاملين هيك حكينا وهو لا أنت حكت طب اكتبوا كله بيجمع لازم نكتب كتابة الزفاف وبأي قتيل بأي باتصالة فوق السطوح شو بدنا نجيب شو بدنا نجيب بجنالة 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 بأي مكان نحط إيش بدنا هي هاي الفكرة الأولى أنا ما صحى شوصا بايب الخطوات التالية ايش بدنا ايش منقمل نوصل حطوا شو ما بدكوا اضحكوا انبسطوا طبعا هي بدها يعني ساعات وجلسات لما يخلصوها بالعكس بسعادة بالغة شو بدنا وبدنا شو كذا واسمع منها واسمعي منه والآخر اكتبوها الآن حطوا هاي الورقة الأولى ورقة التانية يحطوا عن جد انتوا ايش البجت ايش الميزانية اللي ممكن توفروها بدنا نوفر شهريا على مدة ثلاث شهور هيك رقم ابوي بقدر يعطيني هيك بقدر اجيب كذا بدون دين هاي قاعدة انا بترجى الشباب والصبايا بدون دين يعينا على الكروض يعني لازم يعينا على الكروض بس عشان اعمل العرس طيب انا مضطر اعمل دين بحكي عن واحد كتير دخله محدود ولازم يعمل عرس انا بحكي من دخلك الشهري ما بتقدر تاخد اقصى حد اللي هو مية بالمية من دخلك الشهري انت داخلك الشهري الف دينار مثلا بقدر ااخد قرد بألف دينار الف ودينار لأ الف وواحد لأ زي راتبك خد قرد اقصى حد يعني راتب زيادة عن راتب بس فقط هذا قرد بديني ميزبطها من هون لانه بقدر اسده غير هيك لا هلا حطيت ايش بدي اعمل وايش انا الميزانية تبعتي في ورقة تالتة كثير مهمة هي احنا ايش بدنا نعمل بعد الزواج بالذات اول شهر زواج هي من امدع الاشهر بس انا للتعديل انا بحكي الزواج الناجح وكل ما تقدموا بالعمر كل ما زادت المتعة العاطفية والجسدية وكل شي بس على كل حال اول شهر كتير حلو يتعرفوا على بعض ايش بدنا نعمل لنبسط انا ما اخذ اجازة وانتي ما اخذي اجازة ايش بدنا نعمل بدنا نسافر بدنا ناشى السافر بيتنا ايش بده اشياء ايش ما يده اشياء هدول التالت وراغ بيقدروا يتحركوا بينهم هاي اشياءنا اساسية ايش بدنا حاجات بعد الزواج اول شهر اهم من ليلة الزفاف فاني اوفرها اول ما اوفر هون طبعا والميزانية بالنهاية بتحكم انا ميزانية طلعت عشر تلاف بتحكم بالعشر تلاف ليلة الزفاف واول شهر ميزانية طلعت مئة الف بعمل عرس اسطوري لانه معي ربي معطيني وبعمل اشي اسطوري بعد الزواج انا ميزانية خمسمائة دينار بدي اعمل خمسمائة دينار عرسي و اكفي ما بعد الزواج فهون التحكم الايجابي الصحيح لانه اذا دخلوا حياتهم بدين انا بحكي لروان بلهوا انه روحت على شاب كان عرسه اسطوري باحد الفنادق الخمس نجون في عمان وكلفوا الاف فاتفاجأت بعد هيك ان دخلنا وخرفت ضيوفه مسكر الابجور بقول له طيب بردايتك وين قل لي ما اضل معي مصاري اعمل برداني انا بالدائر اصلا طيب وين مسافرين قل لي والله حتى البحر ميت ما حنوصله مشط بي اندي ادو بقى سكر ديوني يعني هذا عدم صراحة تنظيم بالمرة يعني انا اعمل ليلة بخمس وعشرين الف واجي ما اعملش لا شهر عسا واضل وعدين بالبيت انا وجوزيا مثلا اشهر مجال جيزة طيب واشنا ايه بخمس تلاف عجنة مش ضروري البوفي مش عارف ايه وانا اشواص اللي بعملوها بعدين دكتور في نقطة مهمة يعني عن جد هاي كتير ايش مهمة لو عن جد في حب حقيقي الحقيقة لو بيعملوا عرصهم وينما كان رح يكون السعادة زي ما حكيت انت يعني مفهوم السعادة رح يكون موجود يعني الموضوع مش موضوع المكان والمين المعزومين ولا ايش الفشخرة اللي رح يعملوها الموضوع عن جد قدي بنحب بعض لانه هذا اللي رح يستمر العرص ما بيخليني استمر يعني لبعد الزواج صحيح وهذا اللي منشوفه في كتير يعني صح منشوف الأكستريم كتير في الغرب بس برضو منشوف اللي بدنا اياه في الغرب لا الغرب ابسط ابسط بكل شيء كثير حياة الزواج بسيطة حفلة صغيرة المهم مفهوم السعادة المهم عفو لما اتفرج بعيونها نتفرج بعيوني نكون محسوطين مش اتفرج بعيون صاحباتي انا عملت احسن من فلاني شايفين عرص صاحبتي لا لازم اشوف تعييرهم انهم مأهورين 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 خلينا يعني النقطة اللي حكتها روان مهمة احنا ما منركز على يوم الزواج وبيحكوا هو اليوم الاهم لا احنا نغير هاي المقولة مش يوم الزواج هو اليوم الاهم ما بعد هذا اليوم يعني يعني انا لما بدي ادخل بديون و بدي ادخل مش برتاحة ماديا لا رح اعرف اختار بيت صح ولا اثث بيت صح ولا اسافر شهر عسل مرات بيكون ما معهم سيارة كبان العرسان يعني بالفعل وكتير هذا النموذج كتير موجود انت ادخل على بيوت العرسان الجديد ثلاثة ارباعهم اذا ما بدي ابالغ بش مكملين البيت بس رايحين عاملين عرس فخم خلينا نركز على هاي النقطة انه يا شباب يا حلمين ما بعد الزواج هو الاهم وليس المبالغة بالترتيبات مي مي صح انا معك روان انا دانا انا مع فكرة انه لابد ودائما ما نسألها نسافر نطلع اه اذا بتقدروا تطلعوا يكون اولوية تسافروا تنزلوا لكم ليلة ليلتين على البحر نيت ليلتين على منتجات عجلون ليلتين على العقبة معكم اصار يسافروا بره بس حلو يطلعوا لهم اكم يوم يطلعوا لهم فترة زمنية بعد العرس يسافروا فيها لان وجدنا انه فيه نوع من التآلف اعلى بكتير من التآلف اللي بيضلوا فيه في البيت بكل انواع التآلف يعني طبعا وجود المي والشمس وبالضبط والحركة فمطلوب بعد الزواج يهتموا فيها بشكل كبير اولى من ليلة الزفاف صح 100% اخر نقطة دكتور قبل ما اخد سؤال اللي شارك هي الموضة الموضة اللي طالعة اللي هي افلاني عملت شعرها عند الفلان الفلاني اللي باخد ابصر قديش لازم يلحقني تاع الصالون على الهذا وبرجع باخد اكتر يعني هاي الافلام الميك اف عشان بزع لا بزع لا بزع لا بزع يعني ارقام خيالية صحيح الميك اف الشعر الورد الإضاءة يعني والدالي جديد اللازم يتبدل 13 فسطان اه غير الفسطين وبالحنة هاي بتبدل هادي لازم بجت معينة للحنة وبتيجعل وفسطان العرس لازم يكون عنده مصمم الأزياء الفلاني او حق وكذا يعني صار فيه اشياء يعني غير العرس انسى ياريت هي بس على العرس هل هو العرس دي كلفه كالأد بس هي في هدول التوابع عم بتكلف بس عشان موضة عشان او فلان عملت او فلان يعني هذا اش موضة سديني روان الموضوع خطير لو حسبنا الميزانية تنصرف على الخطبة وعلى الموديلات والموضات الموجودة وايام العرس بنلاقيها ميزانية ضخمة جدا يعني بتفيد العرسان مليون مرة أكتر منها تنصرف على دقائق وتنرمي عفوا سنوات الموضوع هو بيرجع على موضوع نوع التربية المجتمعية كل ما تربينا على المناظر والمظاهر ربما تكون الكذابة للصغر بعدين عم سنة من الطفولة كل ما انا استوحشت اكتر صرت وحش اكبر كشبقة وصبية في موضوع خاصة عند الصبايا وصبايا في موضوع الزفاف فيريت انه نخلي مفهوم السعادة اولى والسعادة ما بعد الزواج توفير اموالي ما بعد الزواج وصرفها بسعادتنا اولى بمليون مرة اني أبدل وأعمل 13 الليلة تحنى وانركز دكتور انه مش دليل الحب ولا دليل نجاح العلاقة يعني احنا يمكن احضرنا كل انواع الاعراس فيه اعراس بسيطة جدا انت بتنبسط بهذا العراس انك بتشوف صفاء في القلوب بتشوف محبة بالمقامل بتروح على اعراس بيكون بس هي مبالغات ومظاهرات وتظاهرات اجتماعية اكثر من انه احتفال بقدسية الزواج وهذا اللي احنا محب نركز عليه قدسية الزواج بالاخر احنا عمنا من اشي مقدس مش احتفال وبعدها بنسوا حالهم لاش تجوزوا وبصير دهم يتطلوا بداش طبعا ندخل بالتفاصيل فيه عندنا احنا سؤال تفاعلي مع العم يتابعنا قديش مسموح ان الاهل يدخلوا بترتيبات الزفاف بين عالي متوسط مع ضد او حيادي مع 47% تدخل الضد الثلاثلاثين 21 محايد يعني منقسم تماما 47 اكبر نسبة رحلة مع كم حماية يعني كل اللي اخترونا حموات كل تحية لكل حموات كل تحية كبيرة لكم ولكم يعني الموضوع انا معاه بس مش برجع بحكي مش التدخل الاجباري او التسلطي هو التدخل الارشادي التدخل الاستشاري وبالعكس انا مع هذا الشي وبتمنى يكونوا الصبايا صوتوا زي هيك لان الصبايا هم اللي بيبعدوا شوية مرات وبرات الشباب فمع التدخل الارشادي تدخل الواعي تدخل حكيم بايجابية من الاباء والامهات للعرسان والعروسات والعكس صحيح نسمع لهم يا شباب ويا صبايا هدول خبرات مخيفة جدا اللي هتمر فيه بعد سنتين ثلاثة هم مروا فيه عشر مرات فاتكونت لهم الخبرات اسمعوهم احترموهم وحبوهم حلو نركز على مبدأ انه الزفاف الاسطوري لا يبني زواج ناجح ولا يجعل منك شخص افضل ويريد توصل هاي الرسالة لكل الاجباري اذا الحموات عم ببعدتول ان الحموات كمان يوعوا اولادهم انه يواما اذا انت هلقدم ازانيتك وش ضروري انت تزيدها على حالك وتثقل كاهلك صحيح وما حكينا بتعرفي عن شو؟ عن المعازيم اه يا عين اه هذا ضروري مطلع هاي لحالها قصة برضو قدش لازم تكون ضمن الميزانية وللعريس وللعروس برضو يكون كل شيء هاي بتصير عليها قصص كبيرة وزعن وزعن ومعتولي كرت وإذا ما ما وصيش كرت اما بجيش اله صحيح صحيح بنبقى نعمدها معناته جزء ثاني لازم جزء ثاني لعريس وحروس طي دكتور كل الشكر للك دايما مستمتع احنا شكرا لكم شكرا لوجودك معنا اهلا وسهلا فيك شكرا على المتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد بدنيا يا دنيا اشتركوا في القناة